السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الأعزاء أحبابكم في قناة البطبخ أمين المراكشية اليوم سنحضر فقاس بلدي مغربي تقريدي يجي ناجح هذه الطريقة معتمدة عندي منذ سنين يجي بها الفقاس هائل يتبعوا معي المراحل خطوة وخطوة يجيكم ناجح نجح لكم المقادر وطريقة التحضير اضغطوا على ازل الأحمر اضغطوا في القناة ليصلكم كل وصفات الجديدة بالنسبة للمقادر نحتاج 80 جرام اخذنا هذا اللوس ورقدناه في الماء الظهر تقريباً له كاملة على الأقل 6 سواء لكي يصبح طب لكي يجينا سهل في التقطاع والذي لا يوجد الماء الظهر لكي يبلغ الماء الظهر لكي يمتلك الماء الظهر والذي لا يوجد الماء الظهر يخضر 4 كاس تقريباً 4 كاس 8 جرام وشرب الماء الظهر يجينا 8 جرام زجلان 120 جرام سنينة وصفات 150 كاس هذا المنسبة ليه لا يوجد هنا 5 أقوام حسب الخالط لأن كل البلد يكون صغير وكبير حسب الخالط لدينا خمسة الأكواب يمكن أن نقسم منهم ويمكن أن نزيد عليهم هنا نسكز زيت بين الزيت والغطيطة الزيت والزبدة زبدة من الدوبة تقريبا 100 ملليتر هنا سشية خميرة الحلويات قرصة الملحة سشية الفاني أربعة الحبات نقشح الزيت 80 اكتب تقريبا كلا يقوم ب بسم الله نسكز نقشح السكرة ننجي نقشح الزيت ونقشح كذلك بعدما نزجنا البيض والسيت والسكر نصبه غانية قليلا الولح القريصة الزجل اللوز كيف يمكنكم المصدر لديه قليلا من طفش وديه واحد وهذا المصدر يجب أن تكون جيدا في الماء يجب أن يرطر لكي يسهل على قطع نضيف الدقيق قليلا نضيف الدقيق نضيف فوق الخبيرة على هذا الشكل ونبقى ونمرجوا نضيف الدقيق نضيف الدقيق نضيف الدقيق لأنه من أجل تستحكمه في العجل أو تقلينا تجيء تقيل بعدما جمعنا العجل سوف نضيف الدقيق نضيف الدقيق نضيف الدقيق دقيق نضيف الدقيق نضيف الدقيق نضيف الدقيق ب data ويقوم بأستحكم البيا أريد الدقيق نضيف الدقيق كي أوتب نضيف الدقيق ونضعها في الطاوة بعد أن شكلنا الحرابين أربعة الحرابين من نفس القياس الآن سنضعون في الطاوة بسم الله نضع هذه الأسفرط بيضة في هذا الشكل ونضع القهوة قليما معلقة كبيرة ونضع الجو مزيان على هذا الشكل ونضح قبل أن يضهن الحرابين قبل أن ينضح ونضعت قبل أن يضهن الحرابين نحاوله على هذا الشكل دائماً حسب بانته الآن ندخل الفران لا يكون كثيراً يكون مهيلاً لكي لا يفرقه وقد ندخل المكتب هل سيطيفة بعد أن تخبرنا الفقص من الفران ثم نضيفة و نضيفة و نضيفة النار من الفران و نضيفة تقريباً نضيفة فران لأن الفقص لأن الفقص لا يشقق لأنه لم ينشف النار أن النار كان مهيلاً ونضع هذا الزيف فازق وبعد ذلك نضغطه ليلة كاملة ونضغطيه كاملة نغطي رجزيف نادي في الزقناه جيدا ونغطيه كذلك ونتركه طال الصباح نغطيه كذلك إلى صيبناه في الليل نغطيه طال الصباح وعدنا نقطعه قد نعود له الطيب يطير مرة ثانية ونحمره في الفرن إذا سيبناه في النهار فلين نعوده طيبة بسم الله بعدما مرت ليلة كاملة نغطيناه نحاوله بش نقطعه نحاوله بش نقطعه بسم الله ناخده هذا الفقص من طروري بش يكون عنا موس ماضي بش يمكن الموس ماضي ساعدنا بش نقطعه الفقص ناخده الفقص لهذا الشكل نحاوله معه ونجنبه بعد الشيء نجنبه بعد الشيء نحاوله 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 لأنه من ضمن الفقص الذي يجرينا الموس يكون ماضي لأن الموس ماضي لأنه يجرينا نقطعه ويبقى يتفرس نحاوله 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 مرضي تختاره ويجرينا نقوم بشتمنين أن يجرينا نقوم بشتمرين يحاوله الكل نحاوله يجب بسفرس نحاوله ثم ننطعه ويجرينا ثم توقف كيف يجرينا مهيلة ولمجهة تكون متوسطة وكان رقموطة تتحمل لنا مزيد الشكل النهائي فقط جعل هذا الشكل بعد ما خرجناه من الفرن كي جي رائع والديد بزاف كنتمنى اعجبكم وغادي اعجبكم هيجربوه باختار من الاصدقاء ديكم في سيبوك والواتساب وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته